هذا الإجراء من قبل السلطات في إيران باعتقال شخصيات حتى منهم ضباط كبر إلى أي شيء يشير؟ نعم سيدتي صباح الخير لك ولجميع المشاهدين واضح بأنه مهما كان شكل الاستهداد وأيا كانت الوسائل التي تم استخدامها في هذا الاستهداد واضح بأن هناك خرق على أقل تقدير في معرفة مكان نزول الشهيد الراحل إسماعيل هنية حيث كما تناقلت الأنباء أنه كان مخطط أن يكون في فندق ولكن تم تغيير الفندق في اللحظات الأخيرة وبالتالي لا يمكن تجاوز حالة الوجود معلومة قد تم تسريبها من داخل إيران وبالتالي أنا باعتقادي بأن هذه الاعتقالات تدور في هذا الفلك فلك معرفة ما الذي جرى فلك التأكد من خلو البيئة الداخلية الإيرانية من تسريب معلوماتي أو من اختراق معين ولذا كما ذكرت بأن هناك حالة اعتقال ولكبار ضباط لأنه قطعا قضية كهذه يجب أن يشترك بها شخصيات كبيرة وليست شخصية متوسطة أو شخصية ذات وزن خفيف في النظام الأمني هل التهم في هذه الحالة ستكون الإهمال وخلق ثغرات أو خرق أمني أم ستكون التواطئ يعني أنا باعتقادي بأن قصة الإهمال غير واردة في قضايا كهذه حتى وإن كانت مبنية على الإهمال ولكن إيران ستنظر لها على أنها تواطئ على أقل تقدير إن لم تكن خيانة كاملة لأنه عمليا نحن نتكلم عن الحرس الثوري الإيراني الشهيد كان في مربع أمني تابع للحرس الثوري الإيراني الشهيد من كبار القادة البيوف على إيران في هذه المرحلة نحن في حدث استثنائي أصلا وهو حدث تنصيب رئيس للدولة وبالتالي الأمن يكون على هبة الاستعداد والاحتياطات الأمنية وبالتالي لا يمكن لإيران أو لأي نظام سياسي أن يتساهل مع أي مفهوم يمكن أن يذهب في إطار الإهمال الإهمال يرقى إلى مستوى الخيانة في هذه الحالة حقيقة البنتجون حينما يتحدث عن التهديدات المزعزعة للاستقرار في المنطقة ويؤكد أن من يمارس هذه التهديدات هم إيران ووكلاؤها يعني بأي رؤية ترى الولايات المتحدة ما حدث من هذا الاغتيال يعني كيف تحمل المسؤولية لإيران؟ يعني الولايات المتحدة الأمريكية إشكاليتها في المنطقة وهي الكليشة المعهودة أو دعيني أسميها باتت تعويزة يعني نحن مهما اختلفت الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل مع الحكومة الإسرائيلية مع البنيامين نيتنياهو أو مهما نظرت أن هذا الحدث أو ذاك يضر في مصالحها هي في النهاية لديها تعويزة معهودة هذه التعويزة تحد من قدراتها على التأثير من ناحية ومن ناحية أخرى تقود إلى أن يصبح المشهد واضح بالنسبة لنا فيما يتعلق بالفعل الأمريكي وليس بالأطوال الأمريكية فهي دائما تحمل المقاومة دائما تحمل إيران دائما تحمل الأطراف رغم أنه كل التسريبات قالت لنا بأن المكالمة التي حدثت بين بايدن ونيتنياهو البارحة كانت مكالمة شديدة اللهجة مكالمة واضح أن الموقف الأمريكي من حالة الإغتيالات أنه غير راضي عنها وأن هكذا تصعيد يعتبر تصعيد خطير وأنه قضي جر المنطقة إلى حالة حرب كبيرة والتقديرات الأمريكية كلها تقول ذلك ليس فقط التقديرات الأمريكية بل حتى بعض الخبراء الدوليين لا ننسى حتى الجاربين قالت بأننا على شفى حرب شاملة في المنطقة وأن إسرائيل ستكون هي المهزومة في هذه الحرب الولايات المتحدة لا يخفى على عاقب أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد هكذا حرب وهي تعتبر بأن حتى مستوى الحرب الدائرة الآن هو يشغلها عن قضايا استراتيجية وقضايا تحد من قدرتها العالمية لو تفرغت لها لكان أفضل لها من التفرغ والإنشغال في قضية بمستوى ما يحدث في كطارة ولكن نتنياهو يريد للولايات المتحدة وللإقليم أن ينجر إلى هذه الحرب والولايات المتحدة ما زالت عاجزة عن قول كلمة الفصل التي من شأنها أن تلجم نتنياهو بعدم انجراره نحو جر المبكة إذن على أي أساس تصف الولايات المتحدة أو تتوقع أن يكون هناك رد إيراني إذا كانت تضع هذا الإجراء الذي ستقوم به إيران في إطار الرد إذن هو اعتراب بأن إسرائيل هي من قامت بالفعل يعني سيدتي منطقيا لا يمكن لعاقل أن لا يقول بأن إيراني إن إسرائيل هي من قامت بهذا الفعل كيف قامت بهذا الفعل ما هي الطريقة التي قامت بها وما هي الوسيلة وما هي الطرق التي استخدمتها هذا موضوع آخر ولكن لا يمكن لا يمكن إلا أن تكون إسرائيل هي من قامت بهذا الفعل هذه يعني حقيقة لدى كل الأطراب حتى لدى الولايات المتحدة الأمريكية الآن بخصوص الرد الإيراني واضح يعني أن الرد الإيراني سيكون يعني لم يعد قضية رد فعل إيران على هذه العملية لم تعد قضية قابلة للتفكير هي حقيقة أن هناك رد الآن ما هو شكل هذا الرد وما هو طبيعته هذا هو الذي ما زال يكتنفه الغموض إيران تقول بأن ردها لن يكود إلى حرب إقليمية ولكن عندما نتكلم حتى عن الخطوط الحمراء حتى إسرائيل عندما قالت يجب عدم اختراق الخطوط الحمراء هي لم تحدد ما هي هذه الخطوط الحمراء وباعتقادي بأن عدم تحديد مفهوم الخطوط الحمراء هو فقط لإتاحة الفرصة للجانب الآخر لحرية التصرف إذا تم تجاوز هذه الخطوط الحمراء لأن ما هي هذه الخطوط الحمراء أو ما هي اللحظة التي يمكن أن تقود إلى رد فعل إقليمي وإندلاع حرب إقليمية هذا يعني لا يمكن لأحد أن يحدده يعني كل هذه الهلامية في تحديد الخطوط الحمراء في تحديد الرد أو الفعل ورد الفعل في تحديد طبيعة الرد هل يمكن التنبؤ بطبيعة هذا الرد هل بالفعل كما قالت المصادر الأمريكية بأنه سيكون مماثلاً لما حدث في إبريل أم أنه سيكون أقوى وهل سيشارك حزب الله أيضاً طبقاً للإفترضات الأمريكية لا لا واضح بأنه لن يكون بمستوى الرد الذي كان في إبريل يعني هذا ما أعلنته إيران رسمياً وما قاله السيد حسن نصر الله في خطابه من أن الرد سيكون رد حقيقي فعلي وأضافت القيادة الإيرانية بمختلف مستوياتها من المرشد إلى رئيس هيئة الأركان إلى رئيس البرلمان أضافوا مفهوم آخر قالوا بأن إسرائيل ستدفع ثمن استراتيجي عملياً أو أن الرد سيكون له آثار استراتيجية عندما نتكلم عن هذا الشكل فنحن لا نتكلم عن رد بمعنى رد الاعتبار الاستراتيجي كما حدث في إبريل مع المسيرات الإيرانية عندما قصفت إسرائيل إلا أنه حين نظرت إيران إلى العملية أنها استهداف للسيادة ولذلك قامت باستهداف السيادة فكذا كان يكفي الآن نحن نتكلم عن تقييم آخر لدى القيادة الإيرانية ولدى حزب الله أهم في هذا التقييم وهو عنصرين العنصر الأول وهو الردع الذي أراده نيتنياهو وبالتالي يجب أن توصل إيران وحزب الله رسالة إلى نيتنياهو بأن سياسة الردع لم تعد فاعلة وهنا سيكون الرد أكيد بهذا الحجم الإستراتيجي والقضية الثانية وهي حجم الإغتيال وطبيعة الإغتيال وبالتالي يجب أن يكون الثمن كذلك عالي البارحة كانت تصريحات وردت من إيران من أن إيران تدرس مع حلفائها في المنطقة طريقة الرد وبالتالي قد نكون على أبواب رد جماعي من جميع الحلفاء في المنطقة وهذا ألمح له الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عندما قال هل سيكون ردنا بشكل جماعي أم بشكل منفصل فواضح بأننا قد نكون أمام حالة من الرد الجماعي وقد نكون كما قالت بعض التسريبات الدولية من أن الرد قد يمتد إلى أسبوع عملية وهذا كذلك نفسه خطر ويقود إلى وضعنا على حافة الهاوية باتجاه الذهاب إلى حرب إقليمية لصوح الله صحيح يعني ربما تشير المعطيات إلى ذلك إذا كانت إيران وقلاءها سيقومون بأرد والولايات المتحدة تدخل في تحالف فربما هي بالفعل الحرب الشاملة التي يحضر منها الجميع دكتور رائد نعيرات أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية شكرا